موسيقى صباح الخير مشاهدينا وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من الحدث طبعا لبنان منشغل اليوم بتداعيات قرار المجلس الدستوري ابطال قانون الضرائب قلق على مصير السلسلة لبنان منشغل أيضا بخطر التوقين بموضوع النازحين السوريين لبنان منشغل أيضا بمصير الانتحابات الميابية المقبلة ولكن هذه الحلقة من الحدث اليوم ستكون تحت عنوان إنمائي طرابلسي تحديدا عشية الجلسة المرتقبة لمجلس الوزراء بـ 28 هذا الشهر أي يوم الخميس المقبل في طرابلس عاصمة الشمال بعد قرار الحكومة عقد جلسات في كل المحافظات اللبنانية في هذه الحلقة ضيفنا السيد تفيق سلطان معه نبحث في المشاريع الحيوية لعاصمة الشمال بحاجات مدينة طرابلس الملحة والأولويات بما هو مرتقب من جلسة الحكومة الأسبوع المقبل نسأل من يعطل الإنماء في طرابلس ولأي هدف وهل إذا ما كنا على أبواب انتخابات نيابية مقبلة سيسرع هذا الأمر بإفادة مدينة طرابلس وبت كل الملفات العالقة بهدف إنمائها صباح الخير سيتو في أهلا وسهلا فيك في هذه الحلقة طبعا حضرتك من فعاليات طرابلس الأساسيين مهتم بشكل كبير جدا بإنماء طرابلس وكان إلك نشاطات وتاريخ طويل بالعمل الإنمائي لعاصمة الشمال عندك كثير اليوم مطالب بشكل خاص إنمائية لطرابلس طرابلس عانت كثيرا كما نعلم جولات القتال ارتبط اسمها للأسف على مدى سنوات طويلة بالإرهاب بالتطرص بالتشدد أيضا بالفقر وبغياب الإنماء هل يمكن للحكومة أن تنقل طرابلس فعلا؟ رح نحكي بكثير تفاصيل هذا الموضوع بعدما نتوقف مع الزميلة ميشا موجز لآخر وأهم الأخبار وندخل بكل التفاصيل الترابلسية من بعد صباح الخير أوقفت المديرية الإقليمية لأمن الدولة في الجنوب الفلسطيني أحمد حاء من مجموعة البلالين بلال بدر وبلال عرقوب في مخيم عين الحلوة والموقوف شارك في المعارك الأخيرة في المخيم في صفوف المجموعات الإرهابية وفي نقل ذخائر ومتفجرات من حي حطين إلى حي الطير لصالح هذه المجموعات وأجري تحقيقه معه تحت إشراف القضاء المختص وجرى تسليمه إلى مخابرات الجيش اللبناني علق رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جملاط عبر حسابه على تويتر على لقاء وزير الخارجية جبران باسيل ونظيره السوري وليد المعلم قائلا بعد غياب طويل عن الشاشة يعود وليد المعلم ويبدو اللقاء مع جبران باسيل كجلسة تحضير أرواح الليستر جبران قبل موعد تصويت أكراد العراق يوم الاثنين على الاستفتاء لاستقلال كردستان العراق قال رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني أمام حشد جماهيري في إربيل إنه ينبغي علينا دفع أي ثمن من أجل الاستقلال لأننا نفضل الحرية على التبعية أو الاضطهاد مضيفا أن مقاتلي قوات البشمركة الكردية اكتسبوا حق تحديد المصير بعد قتال تنظيم الدولة الإسلامية وتابع قائلا أكدنا مجددا لمجلس الأمن الدولي أن حربنا ضد الإرهاب ستستمر نافيا في الوقت عينه مخاوف من أن التصويت سيقوض الحملة التي تستلزم تعاونا مع العرب لسحق تنظيم الدولة الإسلامية وصلت مساعدات إلى لاجئين روهينغا في بنغلاديش إلا أن اللاجئين قالوا إنهم بحاجة إلى غذاء وأدوية أكثر من الثياب وتعاني منظمات الإغاثة والحكومة البنغالية في إعانة ما يزيد عن أربعمائة ألف نازح فيما أعرب مسؤول في الأمم المتحدة أن قضية النازحين في بنغلاديش تحتاج إلى مئتي مليون دولار في الأشهر الستة المقبلة مبدئا تخوفه من أزمة إنسانية كبيرة قال مسؤولون هنود وباكستانيون إن قصفا على طول الحدود المتنازع عليها بين البلدين أسفر عن مقتل ستة مدنيين وإصابة ثلاثين آخرين في أحدث مواجهة بين الجارتين النوويتين ووقع إطلاق النار عبر الحدود التي تفصل إقليم البنجاب في باكستان عن منطقة جامو التي تديرها الهند في كشمير مكتب العلاقات العامة في الجيش الباكستاني قال إن حرس الحدود الباكستاني رد بالشكل الملائم على المواقع التي استهدفت السكان المدنيين أما الشرطة الهندية فردت بأن القوات الباكستانية انتهكت وقف إطلاق النار وأصابت أربعة مدنيين على الجانب الهندي ختام المجس شكرا للمتابعة عودة إلى الزميلة كاترين حنى وضيفها شكرا لألك ميشا برحب فيكم الجديد مشاهدينا أرحب من جديد بضيفي في هذه الحلقة سيد طوفيق سلطان أهلا وسلا فيك المجديد سيد طوفيق نبدأ بما هو متوقع من جلسة مجلس الوزراء المرتقب عقدها في وسط المدينة يوم الخميس المقبل ماذا يمكن لحكومة سعد الحريري أن تنجز لطرابلوس في هذه المرحلة؟ ممكن تنجز أشياء كثيرة لأنه طرابلوس مهملة منذ أجل طويل ومطالبة معروفة وسبق هالعقد الجلسة لمجلس الوزراء في طرابلوس تحضيرات أنا لست جزء من التحضيرات أنا جزء دائما من المطالبة والمتابعة لمشاريع طرابلوس أنا كان إلي الشرف أن يشوفه للرئيس سعد الحريري من يومين ثلاثة أعتقد من أربة أيام واستعرضنا بعض الأمور واللي فهمت منه أنه فيه أشياء جدية حتم بات يعني حتما فيه زروف سياسية بالبلد كتير صعبة ومعقدة يعني هلأ بتشوفي مثلا أنه قصة القرار للمجلس الدستوري يلي وجهه له التحية يعني إذا أثبت أنه باللبنان فيه مؤسسات والمؤسسات إذا بدأت تشتغل تفعل صحيح هلأ هلأ هالفترة ما كان معطل للمجلس الدستوري بس هذا لابد إلا أنه على الحكومة وعلى مجلس النواف أنه وإيش هو هالموضوع بجدية كثير مثل ما قالنا مصير السلسلة في حطر اليوم بالنسبة لذلك اختضى أنه ينعقد الجلسة لمجلس الوزراء استثنائية يوم التنان لأنه فيه مخاطر جدية على البلاد وفيه مخاطر على السلسلة على الملية العامة يعني بيقدر بحيات يخفف المسؤولية الحكومة بهالفترة لأنه الظروف اللي عم تمر فيها بالأمم المتحدة ده اللغة اللي طلع حول توطين السوريين كمان بالبلد العلاقة مع سوريا يعني فيه مشاكل فيه مشاكل قدرت الحكومة تعمل حكومة عطتها اسم حكومة استعادة السيقة استعادة السيقة بده جهد أكتر بده جهد أكتر وبده تواضع من الأطراف أكتر كل واحد مفتكر أنه آن الأوان أنه ينفذ مش مشاريع وأحقاده لو بده ينفذه مشاريع وبرامج أنه كانت أصلاح وتغيير كل العالم بترحل من الأصلاح والتغيير هون عم نحكي على صعيد كل ابن وليس على صعيد طرابلوس حلق طرابلوس طرابلوس أنا دائما فيلي قول مردد وأكتر طرابلوس لو تتحسن لازم ترجع 80 سنة إلى ورا 80 سنة إلى ورا بأي معنى يعني نعم بأي معنى لازم ترجع لأنه طرابلوس كانت مدينة مزدهرة بكل المعاني إذا بدك يعني ترجع دور طرابلوس إجابة إعلان لبنان كبير وكان أهل طرابلوس رافضين لبنان كبير ولأسباب اقتصادية لأنه نحن نحن بطرابلوس كنا المرفأ الطبيعي لسوريا وكاننا المشفى لسوريا للداخل السوري وللتسيح للسوري يعني من حلب لحمص والليدقية وجبال العلويين وكان كبار المتمولين من السيح للسوري عندهم سكن بطبع بطبس كيف الله فيه طرابلوسية عندهم سكن ببيروت كانوا هيدار السوري كان عنا 7-8000 تلميذ موجودين كليل التربية والتعليم ومدرسة الفرار ومدرسة الأمريكا من ما بيقول البرجوازية السورية المتمكنة اللي بتقيت تبعث أولادنا لبرة كانت المستشفيات اللي عنا يعني كان عنا مستشفى إيطالي اليوم ما في عنا مثل حكيته قبط مع الأسف تجارة الأبنية وكذا كان عنا مستشفى أميركاني الدكتور بويد مش إنه اسمه مستشفى أميركان أميركان تراجع هيدا كان عنا مطار بحري وكذا ما كان في مطارها نحن كنا نأمن مثلا قبل الخمسة والسبعين كنا نأمن استيراد بضائع للعراق عشرات الألوف من السيارات مرفع ترابلس للعراق المستوضاعات الخشب اضطروا أنه يعملوا مستوضاعات وهمية يطلعوا على الجنائم برا ويحلوة لماذا تراجع على أبلس يعني بهذا الشكل المأساوي وليس تراجع البسيطة وهل يمكن عودتها إلى أمجاد أحد أكبر المشاكل باللبنان غياب التقطيط وزارة التقطيط ألغيت ألغيت هلأ كل العالم تتحكي عن فترة حكم الرئيس فؤاد الشهاب ويا الرئيس فؤاد الشهاب كان معه شريك أساسي اسمه رشيد كرامي بوقتها جيبه بعثة إرفت لأبل بري حمل مساحة اجتماعية وصف لبنان قال لبنان جسم ضعيف ورأس كبير العاصمة وكان كمان جملات دائما يحذر احذروا حزام الفقر ينموا وقل ببيروت على حساب المناطق صار عندك زعيطرية وعندك الغدير وعندك كده وقال هو بتأرير الأبل بري يعني بالريزيم بالمختصر طبعه قال له هيدا جسم ديوقة وقع هذا ما حصل ولا يزيله ولا يزيله بذات العقلية ولكن ترابلوس ربما دفعت أثمانا أكثر من غيرها لأنه نشوف اليوم وضعها مأساوية أكثر من غيرها من يعني 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 الله يشده بالعافية الوزير الوحيد اللي عنا بطرابلوس الصديق الوزير محمد كبارة وزير العمل قبل ما يتعرض يعني وضعه صحي الحمد لله اللي أمنيه قال طرابلوس تتعرض لمؤامرة دنيئة صحيح أنا قلت له لرئيس الحريري بجلسة الإخرانية قلت له إذا كان هذا الوزير الوحيد بيقول ترابلوس تتعرض لمؤامرة دنيئة المراقب أو المعارض شو بدي يقول شو بدي يقول ولكن السؤال لماذا تتعرض لمؤامرة دنيئة ومن هم المتأمرون على ترابلوس ولأي هدف نعم ما المصلحة من إبقاء ترابلوس على ما هي عليك يعني يعني أنت بتعرفي أنه مرين نحب ثلاثة أسنين بحرب مثل صار بعرسل أو أكثر جولات جولات كل ياتاك كان قاعد الجيش بيقول لنواب لطرابلوس أنه إذا بدي أعمل خطة عني بتكلف ألفين أتيل قال له يا لأ ثمير الجسر وقت اللي طلع القرار أنه بعد تفجير المسجدين والترتيب اللي نعمل نعمل خطة عني التأت أهل التبيني وجبل محسنون أهل واحد من كل المنطقة اسمها التبيني ما تراشقوا بالرصاص تراشقوا بالحلوة وعقدوا حلقات الدبكة وقعدوا بعد منها ما قلصت المسيرة يشرب أراجيل يعني بيّن أنه على مستوى الجماهير والشعب ما في لأنقسام إلى أحقاد بمندها سهولة معروف مين كان عم يدفع ومين كان عم يسلح ومين عم يوفر الزخيرة على حساب ايه على حساب ترابلوس ونحن ونحن ترابلوس مع الأسف الشديد بلش بتسحل كانت بجغرافيا معين عم تطلع شوية شوية برات البلد بالأثناء الـ 75 لديك طلعت على المنتجعات السياحية ليش نميت المنتجعات السياحية المنتجعات السياحية اللي عنا صارت سكن رجعت طلعت باتجاه الكورة عم نأفره البلد أنا مثلا من الأشياء الملفتة للنظار في تماثيل تماثيل بلبنان في تمثيل الشهيد رياض الصلاح في تمثيل بشارة الخلي في حبيب أبو شالة في سيمة الصلاح في تماثيل جديدة للشهيد رشيد كرامي للشهيد رفيق الحليلي التمثيل الوحيد اللي ممنوع أرجاعه هو التمثيل عم الحميدة كرامي لا 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 لأنه بدون طرابلوس يحطوها بشكل معين في الزاعة للاستخدام ما بتسمعي أنت دغرة إمارة إسلامية فتحة إسلام هذا القصص أسمع بالأرهاب وبالتطرف قبل مننا التوحيد دائما دائما حطينا في الزاعة هذه مع الأسف الشديد خطة أكبر فيها جزء رسمي لبناني وفيها أكبر من لبنان وفيها أقليمي ويمكن فيها دولي هذا كليته حتما أثر على الإقصاء طيب أنا اسألت رجال دين أنه شالت تمثيل أو تسميت الساحة بإسم الله طيب الله مالك السماوة بطل الأرض لاش بدك تحجمه بساحة وهل هناك في بلد إسلامي مثيل لذلك طيب إذا كان هذا حرام لاش تمثيل رياض الصلاح منتصب وسط العاصمة لا تمثيل بشارع الخوري لا تمثيل رفيق الحريري هذا من العنوان ألبسوا طرابلوس سوق تنكري شفتي كيف بعيد البربارة بغيره شكل ألبس ليس منها طرابلوس بلد منفتحة يعني تيار العونية اللي عم يفتحها مكاتب بطرابلوس بس ينتبه شوي طرابلوس منفتحة بس منامس فباحة ماذا تقصد هنا هل هناك من يريد إسفاحة طرابلوس ليش لما قتيت على ذكر فتح المكاتب العونية يعني قلت هذا الأمر لا لا هذا شرف لطرابلوس أنه تكون عاصمة وخاصة على المرشحة أنها تصير العاصمة الاقتصادية بجهد رئيس غرفة التجارة حتما نموافت الرئيس سعد الحريري طرابلوس منفتحة لأنه مدينة لأنه طرابلوس كل عمرة كل عمرة كان الرئيس فرانجية ما عنده بيت بصغرتها بيته بقل بطرابلوس كان كل أهل بشري الشخصية دستفان بيت كيروز كل ليتهم سكنهم بقل بطرابلوس ووليدهم بقل بمديرس طرابلوس بيتطببوا مستشفيات طرابلوس هاي دي جزء من المؤامرة إخراجها بس لي حذرت من استباحة طرابلوس أي معلوم استباحة طرابلوس لأنه طرابلوس لا تقبل الهيمنة هناك من يحاول نعم نعم من أي جهات معلوم معلوم الممارسة اللي عم تتبع جماعة العهد الجديد مفتكرين أنه فرصة ذهبية لهم أنه بيستلموا المفاصل للبلد ما بيقدروا يستلموه طرابلوس صحيح أنه مفتحة بس مش مستباحة قادرة تحافظ على مصالحها وعلى كرومتها ولكن اليوم الإصلاح الموعود أو الجلسة اللي ما نرجع نحكي عنه بالتفصيل اللي ستعقد هي في هذا العهد اللي عم تحكي عنه فبالطالي يعني اليوم المائل المرتقب يفترض أن يكون بأيادة هذا العهد من ضمن العهد والحكومة الحالية نحن نحن ما شفنا لسه من الإصلاح شفنا شفنا باسم فخامة الرئيس محافظ ووزير ومدير مكتب الوزير جمران بيستيل عم يثبتوا المخالفات أنا وقت اللي الدولة بتثبت مخالفات أو بتقوم بمخالفة أنا كيف بدي يمنع العالم بعد ما طلع هذا الكلام باسم فخامة الرئيس من محافظ الشمال اللي له ممارسات شزة مع الأسف الشديد العصى يعني المدزج بالمسامير الخبر اسمعناه بالأمس يعني هذا سلاح الكورونا الوسطى بإنجلترا بنبسه القاضي بوستيش بوستيش على راسه شيبه مشان الهيبه هلأ نحن عنا المحافظين بيحطوا عصى غليظة مطاعمة بالمسامير مشان الهيبه حلو كلام الرافيق ويلة وفيه ويور إنه هاي دي لازم تتعمم على المحافظين وعلى المخاتير هاي بيسموه بيسموه صورجان الحكم نعم على كل حال نحن لو دخلوا عن طريق الإنماء فطرابلوس مرحبة وبتشكرهم أما تعميم أنا سمت الفوضى الخلاقة الفوضى الخلاقة هاي دي يلي عم تتمارس بقلب طرابلوس هاي بدعم يعني من من رئيس الجمهورية ومن العقل أولا أنا مني عم أقتل شو تقصد بالفوضى الخلاقة دعم أنا وقت اللي بيجي مسؤول بيجيب المخالفين وبيقولهم ما حدا بيقدر يشيلكن أي مخالفين عم تحكي عنهم هون المخالفات ما بلشت بالواجهة البحرية الحقيقة بالواجهة البحرية شغلة شنيعة جدا بلشت بكل طرابلوس كانوا مسؤولين أمنيين يجيزوا يجيزوا لبعض الناس أنه يعملوا طواب قفاء أبنية غير مؤهلة صار كذا بنية هبطة طرابلوس ومافتح إيه مافتح إيه هيدوني كيف عمروا هالعدة الطواب هيدا كلية برعاية الأجهزة ورعاية الدولة ما حدا بيقدر يخالف ولكن سابقا برعاية الدولة هلأ العهد الحالي لا 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 بشكل عشوائي سابقا مكل مرحلة ما كل مرحلة فيه إلى مخالفاتها ولها حماياتها عم يتغير الحاكم وعم يتغير الأسلوب وعم تتغير المخالفة بس المخالفة هي ذاتها والحماية رسمية عقل حارة رح نحكي أكتر بهالموضوع بوجهة البحرية وبغيرها من المشاكل ولكن بدي أرجع على مجلس الوزراء مجلس الوزراء أي موضوع اليوم هو الأكثر الحاحن بالنسبة لأبناء طرابلوس وانعقاد المجلس حتى يعني بوسط المدينة بهذا الشكل هل يتوقع منه أكثر مما لو انعقده في سرية الحكومية هو عقد المجلس الوزراء بطرابلوس هو عنوان للاهتمام الزائد لأنه أي تدبير يقدروا يغضوه بقلل مجلس الوزراء إن كانوا ببعبدها أو ببيروت بسترعية هذا مزيدا من الاهتمام ولطمئنة الناس لهذا الاهتمام لأنه يعقدوا الجلسة لأنه نحن على أبواب انتخابات برأيك يعني لا البلد بيحاجة شوية لا أطمئنان ماهن حكومة استعادة الثقة خلي الناس ترجع تستعيد الثقة إنه فيه اهتمام زيد وإنه يلعى تصير بكل المحافظات على مسافة تسعة شهر من الانتخابات لا يمكن فصل الموضوع عن العمل الانتخاب الدعائي الحكومي والمشاركة هلأ طرابلوس بحاجة لأشياء كثيرة نعم نحن نعمل عليها شمولية ومنركز بسلم الأولويات أي أكثر نعم أولا الرئيس الحريري بجوليته بجوليته إن كان بفرنسا أو بروسيا أخيرا عم يبشر عم يبشر باستنهاض اقتصادي معول على طرابلوس معول على طرابلوس دور كبير في قاعدة عمار سوريا يعني من بديهيات الأمور وقت الواحد بده يهيئ مثلا بده يستقبل شركات بده يوفر له مكاتب بده يوفر له فنادق ما كان إقامة للناس بده يوفر بنا تحتية للبلد ونحن نحن بيحاجوا لكل شيء يعني مثلا بالقبيات في قتلات صغيرة فيها 200 غرفة شرق بيات هي قرية محترمة بس إنه حجمة محدود للجواء طرابلوس كلها ما فيها بتاني غرفة مثلا إذن إياه بحاجة هلأ هذي هلأ بيقول الواحد القطاع الخاص اللي بيقوم فيها الدولة مثلا على شاط البحر معمره فندقية فيها فندق مدرسة فندقية مدرسة فندقية فيها فندق فيه 30 غرفة وست أجنحة وأكبر قاعة لا مسيلة لها في طرابلوس ومطابق وكل شيء إلى مغلقة سبع سنة شو الاستخدام طبعا وزارة التربية وقت اللي بيكون مدرسة بدونس على الحوى بينقلوا الولاد دمروا الموضوع إلنا عم نترجيهم إنه عطوه استثمار لمين من كان أول شيء بيصير فيه فندق في البلد وثانيا بيصير هالتلاميذ بالفندقية بيتمرنوا بهالفندق ما عم تقبلوا بزارة التربية ما فيه حدا عم يجيب ولا حدا عم يهتم ولا حدا نزل أنا مراجع وزير التربية صرت ثلاث مرات وقايل له رأيس الحكومة مرتان حول هذا الموضوع وطالع بالإعلام ومردد هذا مثال نعمل بمدخل التربلس ملعب أولمبي ارتجيلي كان وقته وزير الرياضة والشباب الرجل الإدمي محمد يوسف بايدون عارض المكان عارض شوهوا مدخل التربلس الجنوبي عواجوا المدخل وعملوا الملعب أولمبي على شط البحر مقلوا موقف سيارات بيقول وقته يميل اللحوت بالجلسة بكرة منردم البحر ونعمل مواه سكتوا بتعرفي كان يميرس الديكساتورية بالاجتماعات اليوم إذا كان بتقارني نعمل هو ونعمل ملعب أولمبي بصيدة بتشوف في ملعب الأولمبي الصيدة عم يوج بنظارة الملعب الأولمبي أنا عم بلشتك من المدخل الجنوبي منه معروف سكنه منه معروف ملعب نعمل فيه ثلاث مباريات متداعي الصقف طاير الجزان ميت يمكن هلأ بده كزا مليون رغم أنه إجاء الوزير فيسال كرامي وزير شباب ورياضة ما قدر غير شيء فيه حاول ولم يستطع حاول حاول ما بعرف شغل التوادي حاول يعني ما شفت الاعتراضية منه يعني الاعتراضية تبلش من تعليقة الصاط للاستئولة ما شفتها يعني يعني بقي الحلو على ما هو عليه نجي من المدخل الجنوبي نوصل لمحطة التسفير هيا محطة التسفير بالبحصاص تابعة لبلدية راسمسا مدخل طرابلس جنوبي هادي أقررت من قريبة 30 سنة واحدة بيبير حسان تعمرت واحدة بيشار للحلو واحدة بطرابلس على سبا مساحة 70 ألف فتر أنا شايف الخرايط طبعا لأني أنا بتبيع عملهم النقيب العليلي نكلف دراساتها فوق الملياران ليرة لبنانية هادي نجيبناها لليزينية لا زال العمل المتوقف رغم أنه هي اللي بتخلص الوسط التجالي مدية طرابلس من هايزي العشوائية هادي ما عم تتنفذ تجي على المعرض المعرض مسيحته أكبر من السوريدار مليون وسبعين ألف فتر أكتر من السوريدار كذا ألف فتر هيدا ستملك من أكتر من خمسين سنة سعر الاستملاك طبعه كان بحدود المتوسط عشرة دولار اليوم المتوسط طبعه فوق الخمسة ألف دولار هيدا اللي صمموا نيمار هو اللي صمم برزيليا من أهم المهندسين بالعالم ما لقوا حل بديل دل لينا نقاتل لانتزعنا قانون حصرية المعارض بمعرض طرابلو في موقف سيارات لتلات تلف خمسمائة سيارة بس كيف عم تتم الاستفادة منه ومن القانون بعد ما طلعوا القانون الخصرية تروحي مركز بيروت للمعارض مركز تباية للمعارض يعني الدولة شو هذا خلافة للقانون يعني صار فينا مثل الأيام الوثنية بيعانوا التمثال التمر وبرجعوا بيتلوه يعني هذا القانون هذا قانون منوش تبين إداري ولا مرسوم هذا قانون بس هون كمان يعني متما عم تقولي انتقع مسئولية كبيرة على المسئولين الترابلسيين يعني جرائس حكومة من ترابلس في حكومة كان فيها وزراء بطار من ترابلس يعني وين كان صوتها أولا أنا ما يوم من القيام أعفات القيادة السياسية الترابلسية من المسئولية أبدا أبدا والإخل عليك شغاله وفيه عنا كمان مسئولية على الدولة وعلى النوع على مؤسسات المجتمع المدني أنا سميتها هيدا المؤسسات التعطيل المؤسسات المجتمع المدني نعم لا بيطلع بيضو شي برأيك هيدا 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 بيكون فيه مشروع معادل البلد ما بيعجبان لأسباب خاصة أو الاجتهاد خاصة لأنه صار كل مواطن عنا بالبناء خبير اقتصادي وخبير أسري وخبير دستوري كترة الاجتهاد صار في عنا علامة كتير كتير بينزلوا بينصبوا خيام وبتظاهروا ليعطلوا المشروع مانا ما تعطل المشروع بيروحوا عبيوتهم بيعتبروا حلو أنه تم النجاح الأكبر طبعا أنه يعطلوا هيدا ما فيه واحد منهم يزرع سجرة ما هو واحد منهم عمل أي انتاجية أصدق ما عندهم بدائل يعني ما عندهم ما عندهم يعني هيدا عندهم ثقافة السلبية قالوا أنه قوى الأمن حذرت ويمكن يتحول لخلية إرهابية ولمكان للمخطرات وللأعمال المناسية اسمعنا كتير كلام بهذا هيدا كلام مقنع إذا كان فرنسا الشانزيليزي اللي عرضها 130 متر انحفرت من أول إلى آخر لأننا نعمل مرقاب إذا كان سويسرا من حملنا قرقة من سويسرا ما عندهم مكان شوارعة ضيقة جناف شوارعة ضيقة ريو ديرون أنا بعرف المنطة حفروا تحت البحيرة مرقاب بساعة 5000 سيارة قصت أنه بيتحول للإرهاب الإرهاب موجود فوق الأرض وتحت الأرض المخالفات الأخليقية موجودة فوق الأرض وتحت الأرض وكلفته الكبيرة حكرا بنعمل أربع مقارب فوق الأرض بكلفته مش مزبوط مش مزبوط مش مزبوط أول شغلة بدك تعملي مدينة اللي يكون إلى مدينة بدك تقيم الفوضى من وسطها لتنعرف أنها مدينة لأنه لأنه هذا من منظر مدينة بترابلس فيه 84 موقع مرقص كل واحد تابع لجهة سياسية معينة بيحط صورة النائب أو المرشح أو المتمول فوق منها وبتشكله حبيه إلى جانب المرائب يلي تابعه للأجهزة الأمنية الأجهزة الأمنية هيدا تابعه للدرك وهيدا تابعه للجيش وهيدا تابعه للجيش وهيدا تابعه للأبنى العاب هيدا كله يتقالي ترابط بيعرفوه كلها المواضيع برسم مجلس الوزراء طبعا إلى جانب غيرها من المواضيع نحن وصلت لك وصلت لك للمعرض المعرض يلي يلي مسيحته مليون وسبعين ألف متر بتجي مرينا على الواصل التجاري نعمل الأرث الثقافي كمان الأرث الثقافي ما نعمل هاك هاي الوزيرة محمد كبارة بيعرف وهي الرئيس ناجيب مياتي بيعرف أنا دلاتي اشتغل بمجلس نواب لطلعت طبعا الأرث الثقافي فتح دورة استثنائية الرئيس بري لأقار الأرث الثقافي وسكر بس مشان قانون وحي كان لعي يسقط القرد ترجع توصلي للمصفية هاي المصفية إلى أربعين سنة مسكرة هاي دي مسيحتها فوق الخمسة مليون متر فيها ترمينة يعني فيها مصب على البحر فيها بعض الخزانات اللي سيان صالحين واجه وقت بأيام من الوزير محمد يوسف بايدون شغلوها جزئيا وبالآخر وقفوها اليوم 40 سنة لموقفة شو المطلوب اليوم دايير دايير اليوم فيها 500 موظف إذا من 40 سنة مسكرة فيها 500 موظف وهي متوقفة عن العمل وهي متوقفة يعني 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 نهارة الوقفة لو كان داخل واحد عمره 24 سنة طلع اليوم على التقاط تعويض نهاية الخدمة لبعض الموظفين وفي وسائق عليها فوق المليون دولار يعني أنا أختي سفير طلعيتي ممكن ما وصلت للمئة وستين ألف دولار فوق القمة موظف بشركة نفط متوقف يعني نعم نفط العراق نستانا يخدين عليها IPC ريت بقية IPC كان فيها 8000 عامل نعم هلأ اليوم اليوم متوقفة المشروع الانمائي الوحيد يلي صار بطرابلوس من 60 سنة ويعول عليه هو المرفأ مرفأ طرابلوس نعم مرفأ طرابلوس بعتقد ما في حدا بطرابلوس ما بيعرف كيف نعمل المرفأ خلال هالسابة سنة نعم كان لك دور كبير بهذا الموضوع أنا دائما متابع لولا ما اجا الوزير غازي العريضي يلي زار المرفأ 14 مرة ومن ثم الوزير غازي زعيد تير ويلي مدعوم وموصفي من الرئيس بري يلي كمان ساعدنا مساعدات جندي نعم واليوم الوزير يوسف فنيانوس يلي هو تأريبا ابن طرابلوس وعلاقة طرابلوس وضغرتها معروفة فنحن من شانسنا شانس المرفأ انه 3 وزراء اجوا اصدقاء لطرابلوس نعم نحن رح نحكي اكتر سيد وفيق عن دور هيدا المرفأ خصوصا بموضوع اعادة اعمار سوريا رح نحكي اكتر عن الكهرباء كمان والحاجة الملحة لأينار الطرابلوس ومحيطة وقالكم كمان مشروع بهيدا الاطار ومطالبات رح نحكي بالتفصيل عن هالنقطتين ولكن سالوقت نتقل للجولة اليومية على ابرز مورد في الصحف مع زميلة ميشا ونعود بعد لمتابعات حوارنا مع حضرتك اليك يا ميشا شكرا كاترين واهلا بكم من جديد الجولة نبدأها اليوم مع قرار المجلس الدستوري ابطال القانون الضريبي وابدأ جولتي مع صحيفة الجمهورية صدمة الضرائب تسقط الحكومة في المأزق وترقب لمصير السلسلة صدم المجلس الدستوري الواقع الداخلي بابطال القانون الضريبي الموازي لسلسلة الرتب والرواتب وبمعزل عما اذا كانت هذه الصدمة ايجابية برفع سيف الضرائب عن رقبة الناس او سلبية تهدد مصير السلسلة ورواتب الموظفين المنتظرة على اساسها فان هذه المسألة برمتها قد عادت الى المربع الاول وعادت السلسلة لتلتف على رقبة البلد وهاهو التلويح بالخطوات التصعيدية قد بدأ وحشرت الحكومة وكذلك المدافعون عن الضرائب في زاوية البحث عن مخارج للمأزق الذي دخل فيه البلد السؤال الذي تولد فور ابطال القانون الضريبي ما هو مصير السلسلة التي اصبحت نافذة ويفترض ان يتقاضى الموظفون رواتبهم الجديدة اخر الشهر الجاري على اساس الجداول الجديدة وان تقرر السير بقانون السلسلة فكيف ومن اين ستمول وتتأمن التغطية لأكلافها عمليا ومع سقوط القانون الضربي بالضربة القاضية بقبضة المجلس الدستوري لا نفعل البكاء على الميت ولا لأي محاولة للهروب الى الامام وتغليب العامل السياسي على كل ما عداه والقاء اللوم على المجلس الدستوري بانه كان قاسيا جدا في حكمه وعلى مقدمي الطعن وتحميلهم مسئولية ادخال البلد في هذه اللبكة الصعبة الصعبة الاحتواء بل ان حساسية الموضوع تستوجب بالحد الادنى اعلان حال الطوارئ حكومية سريعة لاستدراك الامر وهذا يتطلب مقاربة جديدة واستثنائية لهذا الملف وعمليا وواقعيا ايضا فان الحكومة ومع ابطال القانون الضربي صارت واقعة بين فكي كماشا يضغطان عليها بقوة من ناحية قانون السلسلة النافذ وعدم قدرتها على النفاذ منه ومن ناحية ثانية وضع الخزينة فان قرر التجميد العمل به فهذا معناه الاستضام باصحاب الحقوق والمستفدين والموظفين في كل القطاعات الرسمية وفي مقدمهم المعلمون وان قررت الاستمرار بالسير به ودفع رواتب المستفدين من السلسلة على الاسس الجديدة فهذا معناه الاستضام بالواقع الصعب للخزينة المرهقة وزيادة اعباء عليها فيما هي لا تستطيع تحمل اي اعباء من اي نوع وايضا من الجمهورية وفي معلومات عن لسان وزير المال علماء ان وزير المال اكد ان فريقه السياسي يرفض ان يتحفظ اي مكون اي مكون سياسي داخل الحكومة على القرارات التي قد تتخذ واذا ما تقرر تعليق السلسلة فان الاجراءات الادارية ستكون معقدة وتستدعي 15 يوما للعودة الى البرامج الادارية القديمة ما سيؤخر صرف الرواتب بفق الرواتب القديمة لمدة اسبوع من الشهر المقبل وهذا يعني اننا ادخلنا البلد في ازمة وعلمت الجمهورية ان اجتماعا سيؤقد اليوم في وزارة المال الثالثة بعد الظهر يحضره ممثلون عن كل الكتل النيابية المشاركة في الحكومة وفي السياق قال وزير المال للجمهورية بالنسبة الى وزارة المال فان المبلغ المالي لتغطية الرواتب لشهر ايلول مؤمن انما صرفه يحتاج الى تغطية قانونية وفي الاطار عينه انما مع صحيفة الحياة التشاورة مع رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة للبحث في تدعيات قرار المجلس الدستوري ابطال قانون الضرائب لان من دون هذا القانون لا يمكن والحفاظ على الاستقرار النقدي في ظل العجز في الموازنة ونقلت الحياة عن مصادر وزارية قولها ان الوزير خليل تمنى في اتصالاته عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء في اقرب وقت برئاسة رئيس الجمهورية كي يتحمل الجميع مسئولية ما سيصدر عن هذه الجلسة واضحت المصادر انه لا يمكن لوزير المال منفردا ان يطلب تعليق صرف في السلسلة شرط تثبيت حقوق العاملين في القطاع العام في الافادة منها ريثما تتأمن الموارد لتغطية صرفها لان تعليقها يشكل مخالفة قانونية واذا كان لابد من اتخاذ تدبير موقت يقضي بتعليقها فان مثل هذا التدبير لا يتخذ الا في مجلس الوزراء مجتمعا الذي عليه ان يتحمل المسئولية بالتكامل والتضامن اضافة الى مسئوليته في ايجاد البدائل التي من شأنها ان تؤمن الموارد المالية لتحقيق التوازن المالي بينها وبين كلفة السلسلة لتجنب المغامرة بالاستقرار النقدي لما يترتب عليه من ارتدادات سلبية على الوضعين الاقتصادي والمالي وعما اذا كان الموظفون سيقبضون رواتبهم وفق السلسلة لفت خليل الى ان الامر دقيق جدا ومعقد اداريا ويحتاجوا الى تشاور ومن موضوع القانون الضريبي انتقل الى الشرق الاوسط ولقاء باسيل المعلم وشرق الاوسط ورد في احد مقالاتها للزميلة بولا اسطيح لقاء باسيل للمعلم يعمق الانقصام اللبناني حول التطبيع مع النظام السوري عمق اللقاء الذي جمع وزيري الخارجية اللبناني جبران باسيل والسوري وليد المعلم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك الانقصام اللبناني الداخلي حول تطبيع العلاقات مع النظام في سوريا في ظل اصرار قوى الرابع عشر من اذار وعلى رأسها تيار المستقبل الذي يرأسه رئيس الحكومة سعد الحريري على رفض اي تنصيق او تعاطن مع النظام في دمشق مقابل قرار واضح في قوى الثامن من اذار على الدفع باتجاه اعادة العلاقات اللبنانية السورية الى سابق عهدها وان بغياب قرار حكومي في هذا المجال واكتفى باسيل بنشر صورة للقاء الذي جمعه بالمعلم من دون اصدار اي بيان بخصوص فحوى الاجتماع وقالت مصادر واكبة لقاء لمعلم باسيل ان الاجتماع تم بطلب من الوزير اللبناني الذي اصر على التأكيد انه يعقده بصفته الرسمية وليس الشخصية وعلى التشديد على ان العلاقة قائمة بين لبنان وسوريا رغم ما اصابها في السنوات الست الماضية جراء اندلاع الازمة السورية ولا تخفي مصادر رفعة في تيار المستقبل امتعاضها من خطوة باسيل وان كانت تبدو حريصة على محاولة استعاب ما حصل حرصا على العلاقة مع رئيس الجمهورية وعلى استقرار الوضع الحكومي لافتة في تصريح للشرق الاوسط الى ان هذا اللقاء لا شك ستكون له ارتداداته على الوضع اللبناني الداخلي لكنه لي يلزمنا او يلزم الحكومة بالتطبيع مع النظام في سوريا ومن الشرق الاوسط انتقل الى الاخبار وفي موضوع مختلف طلبوا السجن لمؤسس صفحة اتحاد الشعب السوري كتب ردوان مرتضى اراد هاني الحسين تدمير لبنان عبر فيسبوك استغل قرار الغاء ترخيص بالتظاهر لينشئ صفحة سماها اتحاد الشعب السوري في لبنان ويبدأ التحريض لافكاء العنصرية واشعال فتنة سورية لبنانية يومها استهل مهمته بالإساءة الى الجيش اللبناني عبر نشر صورة لقدمي جندي سوري ينتعل جزمة عسكرية وقربها صورة لقدمي جندي لبناني ينتعل سكربيني نسائية قبل يلوح بتصادم مرتقب بين السوريين واللبنانيين جراء التأكيد ان التظاهر لن تلغى مهما كلف الامر هذا الشاب اوقفته شعبة المعلومات في الامن العام قبل اشهر في منطقة تعمير عين الحلوة جراء التشنج الذي تسبب فيه ليصدر امس عن قادة التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيضة قرار اتهامي بحقه لكتبته عبارات على مواقع التواصل الاجتماعي تحض على النزاع بين عناصر الامة وتعرض الدولة لخطر اعمال عدائية والمس بسمعة المؤسسة العسكرية هاني الحسين الذي كان عاطلا من العمل ويمارس القرصنة الالكترونية بدأ بدعوة المواطنين السوريين الى التظاهر رفضا لعنصرية اللبنانيين تجاههم بحسب قوله وخلال التحقيق تم الاستماع الى الشاهد ميم حاء الذي تربطه بالمدع عليه صداقة فادلا بان هاني الحسين اخبره انه سيدمر لبنان عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذكر انه تواصل مع المخابرات الامريكية ليخبرهم ان حزب الله سيقوم بخطف بريطانيين وامريكيين كاشفا ان غايته من وراء ذلك كانت ادخاله ضمن برنامج حماية الشهود ليسافر الى الولايات المتحدة ولدى استجواب المدع عليه الحسين حول هذه الوقاة الواقعة اعترف بانه كان يعمل لدى الشيخ سهايب حبلي وقد طرده لسوء سلوكه وكشف انه حين فكر في السفر الى امريكا لكن لتسهيل حصوله على سمة الدخول ارسل رسالة الالكترونية من بريده الى موقع السفارة الامريكية في لبنان يعلن فيها استعداده للادلاء بمعلومات عن تحركات الشيخ حبلة لكونه مقربا من حزب الله ومرافقه اضافة الى اعطائهم اسماء عناصر صرايا المقاومة واماكن وجودهم ولدى توجهه الى مركز السفارة برفقة صديقه لم يسمح لهما بالدخول وتجدر الاشارة الى ان الموقوف اعترف لدى محقيقي الامن العام بانه انشأ سابقا صفحة الشعب الفلسطيني في لبنان للايقاع بين اللاجئين الفلسطينيين والشعب اللبناني كذلك اعترف لدى الامن العام بانه تورط في عمليات ابتزاز على صفحات فيسبوك بحيث يقوم بابتزاز سيدات ورجال بعدما يستدرجهم لتصويرهم في اوضاع محرجة ثم يطلب منهم ارسال مبالغ مالية كي لا يفضحهم بهذا المقال من صحيفة الاخبار اصل الى ختام جولة الصحف لليوم فاصل نتابع بعده الحدث مع كاترين حنة منتابع مشاهدينا هذه الحلقة مع ضيف السيد توفيق سلطان عن طرابلس والماء طرابلس منذكر انه عشية الجلسة المرتقبة للحكومة بعاصمة الشمال سيد توفيق الكهرباء منعرف انه تعاني طرابلس ظلمة من سنين طويلة ويمكن بعدها عم تتفاقم هذه الازمة صار في وعود بمزيد من ساعات التغذية ولكن لم يتحقق اي شيء من هذه الوعود ومنعرف كمان انه حدثك عم بتكافح بسبيل يعني اصلاح على هذا المستوى في ايضا ملف نور الفيحاء يلي بالنسبة للكن سينقض طرابلس ومحيطة من الظلمة حكينا اكتر عن هذا الموضوع وشو العقبات التي تمنع الاصلاح بس لمحة بقى سريعة عن الكهرباء بطرابلس الطرابلس ومناطق محيطة بطرابلس فيها شركة اسمها شركة كهرباء قاديشة هذه شركة اهلية ولا تزال ولا تزال الشركة موجودة هلأ بفترة من الفترات تردت الدولة الاسهم اشترت بالاسهم كهرباء لبنان له قريب 94-96% من الاسهم تبعين فيه اهمال متميدي فيه تقنين متميدي مرأة وقت من 7-8 سنة أو 5 سنة انقطعت الكهرباء لليلان نهارا 8 يال ادخلت على البلد انا اجوا الناس شكولي انزلت تقدمت بدعوة ضد رئيس مجلس ادارة كهرباء لبنان عند المدعي العام بطرابلس جيبوه والتلفزيونات موجودة موسقة بعد ما وصل وفات عند المدعي من نص ساعة تصل فيه نين المحافظ الشمال كان اسمه نصيف او روش التاذن قال لي اجت الكهرباء اجت بنت ايام تنقطع بعد ما بيجي عند المدعي نص ساعة بيجي بالامس القريب قالوا انه بدنا ترانس كبير محول يعني والله نعم المحول بالفعل مهم وبلا يعني قصة الكهرباء بيكون تعيس المحول البحصاص بحصاص يلي كان رئيس حليلي موجود اجي الرئيس الحليلي ولي اول مرة يعني فوجئنا وقت بيجي الرئيس الحليلي متبقلت له نحنا بيكون لنا شرف استقبالك يعني فاجأتنا اجي ممثل فقبت الرئيس واجي معه وزير الكهرباء يلي سزار ابي خليل وزير انا بسميه وزير الكهرباء الوهمي وزير الكهرباء الفعلي هو وزير خارجي ووجه وزير خارجي يعني صاحب الدورة الاساسية وقالوا بالكلمات انه بديت تحسن الكهرباء من طرابلس وبدو ينعطى ما شفته شي من هيدا الموضوع ليلة العيد ويلي هو يعني ليلة العيد يعني مناسبة كريمة مثل باقية الاعياد نعطى الكهرباء عن طرابلس مما اقتضى الوزير الوحيد محمد كبارة يقول انه طرابلس تتعرض لمؤامرة دانية انا من فترة الى طلاث طرابلس الدولة محصرة عمليا هاي الدولة اللي ما عم تقدر تركب عمود توتر حالي بعين سعودي هيدال قادرة دوي سيبه هلا في خطة للكهرباء صابت بالملموت معلش في خطة دائما في خطة دائما في خطة انا خدت النص اللي حكيه الرئيس سعد الحريري بجلسة الاستجواب ماشي شهر قال انا بدي ايقض كهرباء من مين من كان ويقول لي عنده بديلي ايجت مجموعة خيرة من الطرابلسية اسست الشركة قال نحنا بدل ما تشتروا انتم من سوريا وتاخدوا من الباوية خير نحنا ومتقوا تنطروا ثلاثة سنين نحنا بظرف تسعة شهر نعطي كهرباء انقص من الباوية خرب 20% عن نور الفيحاء عم تحكي نعم جرت محادثات بينهم وبين قاديشا عدلوا قالوا لهم بده نطاق اكبر عدلوا عدلوا الدراسة الفنية والدراسة القانونية نطاق اكبر بمعنى ان تشنون او ان تغذي ليس فقط ترابلوس هي نطاق اللي بتضوي كانت شركة كهرباء قاديشا راح الملف على كهرباء لبنان وهذا لا هو وسيق بعد الدراسة والكذا القرارات تبع مجلس ادارة كهرباء قاديشا وكهرباء لبنان ننصح بالتعاقد لانه في مصلحة نعم في مصلحة نحنا لانا كترابلسي ننضوي بس في مصلحة وطنية لانه هالكبات اللي بتتاقت لكمية الكهرباء اللي عم تيخذها ترابلو اليوم وبتنتج المعمل تبعا نور في حيحول للمناطق تاني حتخف التغذية بالاخر انا بارح شفت برنامج عم نعمل بلوس انجلوس بلش بمحمد الشقير رئيس الغرفة وانتهى مع متمولين بامريكا اجوا من كندا مع كلم الناس كل يوتن عم يدعو الناس للإستثمار بالبلد ومؤتمرات ما بتشوفي إلا مؤتمرات بالبنية وفود وكل شيء لتشجيع الاستثمار لتشجيع الاستثمار بيجي بيجي رأس مال وطني لبناني عم يحط 200 مليون دلار بقلب البلد بتكون ضمانات خدوا ضمانات مثل من بس يعني هوني وين المشكلة سيتوفين عم تقول انه كهرباء اديشا وفقت ونصحت بالسير بالهجوع مؤسسة كهرباء لبنان ايضا وفقت احكيها مثل ما هي نعم وين واقف الوزير السابق ارتير نازاريان اه لجماعة المأدمين الطلاب طولوا بالكم في انتخابات رئيس جمهوري اجي الوزير الجديد زارة بخليل اه لا بالحرف الواحد شوفوا جبران شفتوا الوزير جبران بسي ردات على انا بقلب غرفة تجارة الصناعة اكتل له مش لعنروح رغم اني انا لاني عضو ولا نيال صحيح تصريحك هون موجود ادامي مش لعنروح عن جبران فليذهب المغتربون الى جبران الروح الى الكارجية ادامي يتعطى ادامي يروح يجيب نيخبين لانه عنده نقص بالنيخبين بالبترون الى بركب يستورد شوية نيخبين مع احترام للنيخبين برا يعني كمان ولاد بلا بس مش هنروح لعنده لانه حسب الدستور حسب الدستور مرجعيتنا الدستورية اللي احنا رئيس الحكومة ما كنوا يقولوا له دولة رئيس صاحب الدولة طيب رحتوا عند رئيس الحكومة معلوم رحت عند رئيس الحكومة وقلت له شو كان جوابه قلت له قال لي انه يمكن في ما فيه رئيس مجلس ادارة قلت له هاد المعلومات اللي عم يعطوك يا غلاص يعني شعرت انه رئيس الحكومة لا يريد الاستضام مع وزير خارجي جبران بسيلة اليوم كرميل كهربا طرابلوف انا الله اعلم بسترائر انا ليه الظواهر انا بتعامل مع الظواهر انا قلت له صاحب الدولة سعد الحديد اتفضل كون انت مساهم اساسي بوضع حجر الاساس يعني انت وضع حجر الاساس لانه هذا اولا مبارحة انتو طلعتوا قانون مجلس النواب الشراكة مباني القطعان الاعمال الخاص الرئيس بري يقول لي هذا يطبق عليكم مية بالمية وبالاخر انت بنصك بالجلسة جواب مجلس النواب قلت بدي ايخد كهرباء من مين من كان واللي عنده بديت طيب انا عم اعطيك كهرباء وعم اعطيك سار طلع نجيب ميقاتي عند رئيس جاموريو وقال له هالحكي ولا تزال الصوء فيه عند الوزير جبران بيسيل عند عمليا عن جبران بيسيل قانونيا عند وزير طاقة نعم طيب انت عندك طلب مستوفي الشروط القانونية والفنية جيوب عليه يوافق يرفضه باسباب معللة تقنع اما نحن نعود ننتظر بالوعدة هل هون طبعا في خلفية سياسية لهذا الموضوع لانه كلنا بنعرف انه نور الفيحاء للرئيس نجيب ميقاتي هون مصاهمة كبيرة فيه فهل يمكن اليوم للرئيس الحريري بالسياسة اني وافق على مشروع يخدم الرئيس ميقاتي ويخرج الرئيس ميقاتي وكأنه يعني انار المدينة معنى شي هاي بدك تشوفيها من الجانباب ما بتشوفيك الجواب ايه بس هيدا ايضا اول واحدة اول واحدة مش معمولة الكهرباء بكارت زكي مثل بدونين تخبو فيه تبعين تيار العزم بيحطوا بضو واللي ضدهم ما بيقدر ضوي هيدا هيدا عم يخدم البلد كلاته يعني مثل ما بيضوي فلان بالتيار العزم عم يضوي ناس من تيار المستعبات صحيح هيدا بتفيده سياسيا كمان للرئيس ميقاتي بنعرف فيه منافس كبير اليوم بترابلوس تقديدا معنى شي كمان انا حريص على دولة الرئيس سعد الحريري وهو صديق ومحب هو والله يرحمه الشهيد رفير حريري انا كمان ما بيسيقبني سياسيا ينقال انه سعد الحريري سعد الحريري مش عم يعطل مش عم يساعد لأنه ما هو اللي عم يعطل الحياة غيره اللي عم يعطل انا بطلب منه عم اترجاه انك انت ساعد بحكم انت صاحب الدولة وانت بترعى كل الناس واستطدل انت حط حجر الاساس ويكون لك القطب السبق ويكون شكر من ترابلوس وكل الناس هو بحاجة اليوم لهذه الشعبية ترابلوس تحديدا حتى الحكا ان الانتخابات الفرائية ما بده ياه لأنه الشعبية حاليا ليست على المستوى المطلوب هذا كان لي كلام معه متكرر اكتر من مرة واخر مرة من اربطية وقلت له انا ما لي متحذب لحدانا انا متحذب لترابلوس ومصالح ترابلوس انت انت اليوم عم تعطي دار للاقتصاد بترابلوس وعم تعلم ترابلوس عظمة اقتصادية وانت كنت مبارحة بروسية واعمار سورية طيب نحن ما بنا نهيئ بنا تحتية طيب هذي هالناس اللي بده تجي تفتح مكاتب وتتوضع بطرابلوس وتنشط من خلال طرابلوس يا حبيبتي ترابلوس موقع الجغرافي فريد من نوعه الواشنطن بوست ريد تقرير اللي طلعوه من ششار عندك سوريا بحاجة لاستيراد 30 مليون طن بالاعمار قدرتها الاستيعابية مبارحة طرطوس والليدئية ما بتجي وازل 5 إلى 6 مليون طن من وين 25 مليون طن نعم نعم بالاخر نحن هون دور لبنان وطرابلوس مرفقنا مرفقنا بتيب ألبم حطة سكة حديد بـ 30 كم تصيري بقى في سوريا وهلأ جينا بكرة بدي يعني ان الرئيس الحريري كمان 86 مليون دولار جييننا من البنج الإسلامي نحن عم نتابعون باعتقد بكرة بديوا يقررون بقلب طرابلوس ما تنسي المنطقة الاقتصادية الحرة يلي الوزير الدرباس عامل جهد جبار مشان تشكيل مجلس إدارته ويلي جاب له مصاري يلي جاب له تمويل هيدا من الوزراء اللي ظلموا لأنه كمان ما قالوا ما عنده ثقافة تعليق الصوار والإشادة الإعلامية منطقة الاقتصادية مرفق طرابلوس أكبر من مرفق بيروت الرفعات اللي اللي فيه موجودة أعلى رفعات بالعالم هلأ عم نعمل تسيره للأمح فني أكبر من تسيره تبع بيروت تبع بيروت 100 ألف طن ومدير أدي هذا اللي عم نعمل بطرابلوس 120 ألف طن تقصد كل هذا الموضوع الاقتصادي هون البناء التحتية بحاجة لكهرباء بالنهاية بحاجة لكهرباء بس هون الحكومة بتقول أنه عندها خططة وعم بتدفع عن خطة البواخر وعم توعدنا بالكهرباء وطرابلوس رح تستفيد أولا هاي العودة العرقوبية إلى سنين طويلة قلتلك لسه الدولة الدولة قصة عواميد التوتر العالي بعين سعادة قداش إليك بتسمع فيها اعتراض وموافقة اعتراض وموافقة فوق الأرض تحت الأرض لعنصير نحن تحت الأرض ومحنشوف الكهرباء طيب هيدا هيدا بنو مقبول حلب خلصت فيها الاقتتال من شهرين ثلاثة حلب كل يتا فيها كهرباء رمالة فيها كهرباء ما بيصير أنه بلد نصف مديونيتو بمليارات الدولار كل يتا طيب بدي اسألك شغلة ليش لحد اليوم ما عملوا محطات للغاز وين القطبة المخفية تجارة المزاوت مين المستفيد من تجارة المزاوت على مجلس الوزراء يعني على جدول أعمال مجلس الوزراء المقبل في مشاريع وهون يتفضلون وزير السابق محمد الصفدي هون كمان طارح مشاريع إلا علي قبل الموضوع عم تحكي عنه يعني إنشاء منصة في البحر مقابل مشاقات النفط بهدف الاستيراد عبر البواخر الغاز المسير أولا من أيام الرئيس رفيق الحريري في مشاريع للغاز عطلت بأيام إليح بيئة عطلت وبعد إليح بيئة عطلت ولا تزالت عطل آخر آخر شي نعمل نعمل تلزيم تلزيم على أساس أنه العروض تنتهي أجلاء يوم الجمعة استقبلوا عرض يوم السبات وألغوا المناقصة هاي دي بتعرفي ده بتعمل بوفير بالميتي مليار دولار مليار دولار كان لو لو جيبوا المليار دولار من الغاز وفرة كانوا موالوا السلسلة فيها لأنه نحنا شو صير فينا نحنا عم ندور كيف بدنا نشلح آخر فرانك بجيبة الفقراء وعم نترك الاستفادات اللي بكشوف فيه ما بقتوا البلد البلد كل الناس التعرف مين اختنى مين كان بالزمان القديم بعد الحرب العالمية يقولوا أغنياء الحرب بيبقى أنه الحرب عنا طويلة الأجال فنشأ طبقة مش مقبولة مش معقولة في توحش في توحش بمظاهر البزغ بالمعيشة الكرة اليوم في ملعب من من أجل فصل الانماء عن السياسة بما يتعلق بترابلس تحديدا هل هي في ملعب رئيس الجمهورية هل هي في ملعب الحكومة هل هي في ملعب أيضا السياسيين الترابلسيين المعنيين بشؤون المدينة السياسة اللي ما تنفصل عن شي وهي دي كذبة خلينا توافق انمائيا ولو مختلفين سياسية هذا كذا كذب لا خلي الناس تحوصي بالسياسة على دوره الانماء اتحاسبه بذقة بدل ما يتنافسوا بتعليق الصور وبالبرامج الاعلامية المنوّلة او او بالتنافس الغير مشروع بتجميع الايصابات والمخالفين ولكذا يتنافسوا برؤية شو السياسة رؤية ورأي هن إذا ما عندهم رؤية ولا يفصحوا عن رأي شو بدنا بدي اتعرش على صورتهم أنا على المحيطان او على البنيات في عنا في عنا مستوى سياسي صار متدني كتير لانه اغلب تعاطي بقيامنا القديم كان الناس اشتغل سياسة عقائديا يعني بالحركة الوطنية عملنا برنامج مرحلة لاصلاح النظام السياسي اشتغلنا علىه اكتر من سنة وكنا بصدد اعلام برنامج لاصلاح الاقتصادي هيدا كله يتوبش موجود اليوم العمل السياسي غبط غبط كتير بيقولوا اذا وصلها لغير اهله فتراقب الساعة نحن عم نتراقب الساعة بقولي انه اخر شي بيرحب تقرر سلسلة بدون ما يتأمن لها المالية حسب حسب الدستور شو بتقوله هون لرئيس الجمهورية بقوله لرئيس الجمهورية عيد النظر بمساعدينك لانه ما بيعتقد هيدا المساعدينك عم يخدموك او عم يخدمو الشعارات اللي انت رفعتها انت ارفع اصلاح وتغيير معك انت على الطاولة دكاترة اسيزة بالجامعة بيعلموا نظم سياسية ما بيقلولك كانوا هيدا الكلام دستوري ولا غير دستوري شو المستشارين كل هال اللفيف اللي موجود بالأثر حولك ما بيقدر يقلك هيدا حلال وهيدا حرار هيدا شغلة معيبة هيدا شغلة معيبة المواصفين حقوقا مقدسة نعم اسمح لك توقف مع اخر فاصل اعلانة سيد تفيق ومنتابع من بعضه وحوارنا معك ابقوا معنا نتابع مشاهدينا القسم الأخير من حلقة الحدث لليوم مع ضيفنا السيد تفيق سلطان سيد تفيق البلدية بلدية طرابلوس طبعا يعني فازت وكان فيه إلى أبعاد سياسي كتير وكان فيه الدور للوزير السابق اللواء أشرف ريفي أيضا بهذا الفوز وما إلى ذلك والمجتمع المدني وأنما اليوم نسمع كلاما كثيرا عن تقصير كبير من جانب هذه البلدية في تنفيذ مشاريع لبل البعض بيشوف أنه ما تنفذ شيء من كل الوعود التي أطلقت كيف تقيم عمل هذه البلدية وهل فعلا هي مسؤولة عن التقصير وعن الأهمال البلدية المجلس الجديد والمجلس اللي قبله تشكله المجلس اللي قبله فشل السبب عملولي حفلة تكريم هن البلدية لأول مرة البلدية بتعمل حفلة تكريم لشخص بطراب له عملوا ليه بأوتيل واجه ناس وصحابي وإعلام وكل هيدا قلت لهم اللي عن يكرمني الناس اللي ما انتخبته واللي أنا ضده بس أنا ما عم محملهم المسؤولية هيدالي تقاصموها واختاروها وجيبوها اختلفوا فشلوها ديش عم محملهم المسؤولية ده نحكي على البلدية جديدة مشان اختصار للوقت البلدية جديدة في في سوق في سوق ثقافة بالعمل المديني سوق في بعض مجموعات مجتمع مدني عدت كوا كله يطاع عنده الطموح عندهم براو في فعالية سيسية في تياري المستقبل في الرئيس المئاتي في محمد كبارة في أشرف فيفة يلي بينزدوا على انتخابة هيدوني شكلت لا يحتاج اجا الوزير أشرف فيفة أيد بعض الناس من من فئات مختلفة مش من فئة وحدة عد الفئات من 2 أو 3 ما بتذكر أيدهم بشطارة أخدوا أكثرية فبيخذوا الرئيسة أنا أول يوم اللي طلعوا ورغم أن أنا ما انتخبته طلعت على البلدية زرت رئيس البلدية وكان في بعض الأعظام وكان في وسائل عليه وحكيت قلت لهم أنا جاي بيركل وشد أزر وعتبروني تحت تصرف بيخدمت وانا عندي تجربة لا تخلوا حدا يسرق الكنانتصار تذكروا شو المهام العمل المديني لكن يا أخوان لاش من مهام كان تحرير الإدس ولا أسقاط بشر رأسات ولا محاربة المشروع الصفوي بكلمات أخرى يعني ابتعدوا عن السياسة ولا تخلوا حدا يسرق الكنانتصار طلعت لبر على الدرج طلبوا مني وسائل الإعلام أني أرجع كرر أنه رجعت كررت وزرت الرئيس بري وش رح تلو كيف ظروف الانتخابات وسائل الإعلام زورت وحولت سياسيا أنه فيها انتصرت على فئة هيدا كذب نعم بس اليوم اليوم يعني ما عملت شيها البلدية يعني صار مرق سنة لا عملت ولا حتى قدرت عمل لا عملت ولا حتى قدرت عمل البلدية 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 ما حتمشي ما حتمشي لأنه لأنه أول واحدة أنا برأيه لازم ينفصل التشريع بالبلدية عن الإدارة لأنه كل عضو بلدية بيعتبر حوله رئيس بلدية وكل عضو بلدية بديو جيب نيخ بينه ويطلع يخلص لهم معاملتهم وأغلب المعاملات شو بدو يكون يعمل بدو يخلص مخالفات أو بدو يثبت تجاوزات فكيف بدو يمشي لعمل المدينة مش هم ما نصدم لرئيس البلدية ولا المجلس البلدية مش هيطلع منهم شي وإذا دل هاك حننجي أنتقابات تاني والمجلس الجديد ما هيطلع خلينا الوقت يعني صار بضيق بس في موضوع سكة الحديد إعادة تشغيل سكة الحديد أتيت على ذكره بشكل سريع حضرتك خلال هالحلقة ولكن هي أيضا مطروحة على مجلس الجزيرة يوم الخميس المقبل هل سوف يكون هذا الأمر سهلا أو أنه من الوعود يسمع كلم كبير من تنفيذ في منتهى السهولة في منتهى السهولة والصين وفوض رحت على الصين وشجعت وقال مستعدة أن أعمل أنا سكة حديد من النقرة للعريضة يمكنه بظرف شهرين أنه شكل أنه هالمسافة 30 كمات هالجاري بيعملوهم جمعتين كل عمرة ترابلوس موصولة بسوريا بسكة الحديد نعم كنا نروح نحن أولاد مع أهلنا بالأوتوماتريس على حلب هلأ صار فيه تيرمينال يعني محطة بقلب المرفأ قلب المرفأ يعني تنزل الكونتينر من المرفأ بيعد على ظهر سكة الحديد هيدا الراي الحديد طبعه من شراء من شي 12 سنة موجود مرمي بقلب المرفأ صار مجانزة بأيام وقت كان الرئيس نجيب مياتي وزير أشغال هو حط الأجر الأساس كنت أمزح أنه تضيفوه لهالحجر لأثار ترابلوس لأنه صار حجر أثاري نحن نحن كما عم أقول نحن عم نعول على دور اقتصادي كبير لترابلوس هذا بند أساسي بالبناء التحتية هذا كمان الوزير رشيد دربات جبله تمويل جبله تمويل يعني تمويله جاهز والقرار السياسي اليوم يبدو أنه أصبح جهز مع كلام الرئيس الخليلي عن دور ترابلوس داخل حرام المرفى هالكيلومترين بقلب حرام المرفى التمديدات بالقرض طبع ال86 اللي حيقر بكرة بمجلس الوزراء بطرابلوس جاية من القرض طبع المرفى حيتساوي يعني القصة أساسية نعم ما فيك تنتظري يبلش الإعمار في سوريا بدي أعمل سكة حديد وبعمل مرفى وبيكون لازم يكون جاهزين بدنا نكون جاهزين في موضوع الأوتوستراد الدائري أيضا لمعالجة أزمة السير في ترابلوس نعم أزمة السير مستعصية هذا وعد في الرئيس الحريري لمزار ترابلوس مؤخرا قالنا بآخر جلسة كنا عنده من أربع تيام جزء من الاستملاكات أمن للتبويل وجزء الاستملاكات وهي دي كمان أسيسية هي أسيسية بس بحطة التصفير بالبحصاص تشيل العشوائية من الوسط التجاري هي أسيسية ترابس مخنوقة إشارات ضوئية ما فيها عديد من الدرك قليل كتير كتير يعني مثل ما قلتلك يمكن عديد الحراسات أكتر من عديد اللي موجودين بالمغافر أو على الأرض هاي دي من السغراء في أشياء كتيرة بدي إعادة النظر هاي دي أنا برأي إذا كان الله وفرنا محافظ على كفاءة مهمة يقدر يوعع مصارح البلد يكون هو سلة الوصل ما بين الإدارات المحلية والقيادة السياسية والحكومة ومجل النواب يعني لأنه هو رأس السلطة ساعتها ما بدنا إنسان بسيء التدبير مثل الموجود نعم في خلاصة هذه الحلقة سيتوفي كلمة ل مجلس الوزراء يلي بده ينعقد الخميس أول أول شي مرحب بمجلس الوزراء والآن فينا وخاصة على رأسهم دولة الصديق سعد الحاليني نتأمل منه كل الخير ومشاريع التوابس محروفة ونحن استعرضنا جزء كبير منه وأغلبها ما بده تمويل أغلبها موجودة أغلبها موجودة بحاجة لاستكمال ومتابعة يعني في جسر يربط ترابلوس مدخل ترابلوس جنوب مدخل ترابلوس جميل لماذا لا يدع لـ 8 سنين لا يتساوي موجود موجود إجا عادي كل يوم افتتح نصه دوت الرئي هو راح وقف الشغل في سوق متابعة في سوق متابعة في تقصير في تقصير هلأ نحن أولاد اليوم نتفقى الخير نتفقى الخير يساعدونا يساعدونا ويرفعوا المعاناة طبع ترابلوس ما يمنعونا ما يمنعونا أنه ميرس دورنا في قاعدة الأمار ما يمنعونا من الشراكة مع القطاع الخاص ما بين القطاع الخاص و القطاع العام نحن عنا تاريخ طويل بتقديم الخدمات من خلال أهل البلد بالماء وبالكهرباء وكل المؤسسات بالجهاز التعليمي اليوم عنا مدارس ممتازة عنا جامعات ممتازة عنا مستشفيات مؤهلة يتركونا نشتغل ما يعطلونا ما يكونوا قوة تعطيل يكونوا قوة مساندة أنا بدأشكر حضورك معنا اليوم سيد طفق سلطان على أمل تكون بهذه الحلقة على قدر الإمكان أنه قدرنا نمر على أبرز حاجات عاصمة الشمال ترابلوس الحاجات الإنمائية والحيائية أنا بشكر تليفزيون الجديد وأصحابه والقيمين علىه وإدارته يلي اقتركوا لها المساحة العالمية لأنه دائما الإعلام بالنسبة لترابلوس لازم يكون المحل ضعنه طويلة وليفزي جديشة ومن غير صناف مع الأسف الشديد هلأ نحن قدرنا استعرضنا شؤون بلدنا وعطينا صورة حقيقية عن البلد ترابلوس بلد جميل بلد جميل فيه عنده مميزات فريدة من نوعه وبعتقد بالفترة القريبة تتبلور هايدي وحتعطي فعالية خدمة للاقتصاد اللبناني كله لك شكرا شكرا لكم الجديد وأهلا وسهلا فيك شكرا للمتابعة أيضا المشاهدين وإلى اللقاء اشتركوا في القناة